السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع النهاردة عن كرامة عظيمة جدا للأسف أغلب القنوات الروحانية لم تتناولها بطريقة تليق بيها الكرامة دي لما بتكون متوجدة عند أصحابها غالبا مش بيكونوا حاسين بيها كرامة من الطراز الرفيع الخاص جدا نزلة كده خلصة مخلصة من رب العالمين موهبة مش بتكون عند كل الناس بس جايز قوي تكون عندك وانت مش عارف هتعرف ده من حلقة النهاردة أنا ليه طيب هتكلم هذا اليوم عن النوع ده من الروحانين لأنهم في الأيام ذات الطاقات الروحانية العالية زي الفترة اللي احنا فيها وكمان في رمضان المقبل حيمروا ببعض الأمور والتغيرات الطاقية القوية جدا في روحهم وحياتهم وهم لا يقلوا أهمية أبدا عن الخيميائيين اللي أنا تكلمت عنهم قبل كده الكرامة دي هي المتقمس أو الامباث نوع من أنواع الشخصيات الروحانية المميزة جدا قدراته أعلى بكتير مما يتخيلها البعض لكن على قد موهبته على قد التعب اللي بيوجهه بسبب الموهبة دي على قد الضريبة كمان اللي بيتفحها واللي للأسف مش حيلاقي حد يساعد معاه في دفع الضريبة دي هو الوحيد اللي بيقدر يتصرف بنفسه لنفسه كنت اتكلمت قبل كده في حلقة سابقا إزاي تعرف إنك امباث لكن المرة دي حيكون فيه تحديثات أهم وأعمق الامباث درجات كتير لكن يتم اختصارهم في ثلاث درجات أو ثلاث مستويات أساسيين المستوى الأول وده الأضعف فيهم وهو اللي لما يتكلم مع حد أو يشوف حد بيحس بيه فورا وبيشعر بمشاعر الطرف المقابل ولو الطرف المقابل ده أيا كان هذا الطرف سواء ابن، أب أو حتى شخص غريب شافه بالصدفة في الشارع شعر مثلا يعني بالألم، التعب، الحزن بنلاقي الامباث أو المتقمس للدرجة الأولى بيشعر بالألم معه وبيحس إنه هو مكان الشخص ده ويبتدي يحس بالأعضاء اللي هو بيتألم بيها نفسه عند الشخص التاني ونفس الكلام في مشاعر الفرح بيفرح للآخرين لو أنجزوا أي حاجة في حياتهم وكأنه هو اللي أنجز ده المستوى الأول ده بيبقى محتاج إنه يدرب نفسه إنه يقابل الإيجابيين بس أو يبتعد عن السلبيين قدر المستطاع لأنه بياخد منطقتهم وبيعيش محلهم فممكن لو فضل يتفرج على حاجات قليمة أو حاجات فيها حزن أو أخبار سلبي عموما طاقته بتخليه يبقى زي الناس الضحايا اللي شافهم بالزبط وبيتحول لضحية زيهم تمام المستوى بقى الثاني وده أقوى من المستوى الأول وأضعف من المستوى الثالث إنه بيقدر يتحكم في نفسه وبيتقمص فقط الطاقات الإيجابية وبيعيش دور الأشخاص الناجحين يتقمص حركتهم وإسلوبهم ويبقى زيهم زائد إنه بيعرف يتخاطر مع أي شخص تقمص شخصيته وبيعرف يرسل رسائل ذهنية من على بعد حتى لو كان الشخص اللي بيتخاطر معاه ده في دولة تانية وما قابلهوش على أرض الواقع إلا إن الشخص المتقمص استطاع بشكل خارق ما إنه ينشئ حبل فضي أثيري بينه وبين الشخص اللي في الدولة التانية ده من خلال إنه بيتفرج على فيديوهاته وصوره وحواراته على الانترنت مثلا أو في التلفزيون وبكده يقدر يتخاطر معاه بدون ما يقابله في الواقع وده عكس القاعدة المعروفة في التخاطر إنه لازم في التخاطر اللي اتنين يكونوا قابلوا بعض في الحقيقة وجهاً لواجها طبعاً الإمباث من الدرجة دي بيقدر يتخطى عادي جداً المقابلة الواقعية وطبعاً الطرف التاني ما بيبقاش عارف مين اللي بيبعث له الرسائل الذهنية دي ولا مين اللي بيظهر له في الأحلام ده لإنه ما يعرفش الشخص المتقمس معرفة شخصية فبيفتكروا مثلاً حاجة أو تخريف من عقل الباطن أو أضغف أحلام أو ملك حارس مثلاً المستوى الثالث وده النوع الأقوى فيهم مبدئياً هو بيكون شامل المستوى الأول والتاني سوا وضيف بقى عليهم هورة وألم وكتبي معايا ستة كل لو الشخص الإمباث المستوى الثالث حب شخص حب حقيقي بيبقى عايش معاه لحظة بلحظة حتى لو كل واحد فيهم في مكان مختلف بس الأثير بتاع الشخص المتقمس المستوى الثالث بيبقى لازق في الشخص اللي هو بيحبه ده بيبقى مختارق هالة الشخص اللي بيحبه ده فلو أنت تعبت مثلاً أو جرالك حاجة وحبيبك شخص إمباس درجة ثالثة حتلاقي جالك يزورك فجأة رغم أنك ولا بلغته أنك تعبان ولا هو اتصل بيك لأنه عمل بوند أو ربطة يعني أثيرية بينك وبينه فكأنه فتح الجي بي اس بتاعك وبقى بيحس بكل حاجة أنت بتحس بيها لو أنت بقى فكرت تغدر بيه أو حبك اللي تجاهه هو بيحس بده بسرعة جداً وتلاقيه سبقك في الغدر عشان رد تفعله كالكرامة يعني بتنقح عليه مش هتسمح له أنك تسيبه أنت الأول خصوصاً أنه من وجهة نظره هو حبك حب ما حبوش إنسان على رأي الأغنية اللي مش عارفة مين اللي بيغنيها المستوى بقى التالت ده بيعمل حاجة عظمة بقى إنه لما بيتقمص شخص ناجح معين بيقدر يتعلم باطنياً يعني بعقله الباطن كل سلوكيات وخطط الشخص الناجح ده من غير ما يقابله شخصياً كأن شبح الشخص الناجح ده دخل في جسم المتقمص وبقى بيتصرف بداله وده ساعات بنشوفه حصل لبعض الفنانين المماثلين المنوبين الإمباث اللي بتقمصه مثلاً شخصية معينة بامتياز بتلاقيهم خدوا عليها أسكار كمان بيلاقي الفنان من كتر ما هو تقمص الدور مش عارف يخرج من الدور ده حتى بعد انتهاء تصوير الفيلم بمدة طويلة وفي منهم بيروح لدكاترة نفسيين عشان يعملوا فصل بين الشخصية الدخيلة وبين الشخص الحقيقي لأنه بيكون جالهم اكتئاب ومش عارفين يعملوا أدوار جديدة لكن بقى لو الشخص الإمباث المستوى الثالث ده مش ممثل ومش محتاج بقى انه يعمل أدوار مختلفة كتير فما هيصدق انه يتقمص الشخصية النكحة دي ومش بس كده بمرور الوقت يصبح الإمباث شبه الطرف الآخر شكلاً وموضوعاً يعني كمان ملامحه بتتغير طيب حاجة تانية ودي أغرب بس بالعكس بقى إن الشخص الإمباث مستوى الثالث يقدر بامتياز إنه يخلي أي شخص يحطه في باله يعني إنه يكون شبهه ونسخة منه هو يعني يقدر يخلي صديقه مثلاً زي الإمباث أو حبيبة الإمباث ده تلاقي نفسها بتتصرف زيه بتفكر بدماغه هو وكأن معمولها تنويم مغناطيسي بيقدر بشكل ما إنه يسلبهم إرادتهم ويخليهم يتحركوا بطريقته هو بسبب إنه يقدر يمتازج بأرواحهم في البعد الروحي بشكل عالي جداً ودي بتكون موهبة في يعني من عند ربنا زي مولتلكم روحوا فيها الطاقة دي بالشكل ده مش بيكون مكتسبة أو تدرب عليها لكن غالباً المستوى ده من الإمباث بيكون عنده نسبة الخيال عالية قوي واستحضار المواقف بشكل دقيق للغاية لدرجة إنها تسمح له إنه يمرر الطاقة بتاعته وأفكاره للطرف المقابل ويستنسخه لنفسه بتكون درجة خياله نفس قوة درجة خيال الخيميائي بس الفرق إن الإمباث خيالي بشكل واقعي يعني بيتخيل الأشخاص اللي هو عايز يتعامل معاهم أمامه وبيكلمهم وإزاي مثلاً يخليهم يعملوا اللي هو عايزه ويخترق الطاقة بتاعتهم بس في مواقف حياتية طبعية مش بيتخيل مثلاً هو بيتصير في الفضاء ولا الحاجات دي لكن الخيميائي بيتخيل كل حاجة غريبة حتى لو مش واقعية وبيركز خياله على الممتلكات والنفوذ وأي حاجات غريبة عايز يحولها لواقع عشان تبقى مرئية أمام الناس إيه تاني في الإمباث مستوى ثالث إنه فيه كتير منهم بيرتقوا لمرحلة المعالج النفسي أو المعالج الروحاني لإنه لما بيتقمص أو يشعر بالمريد اللي قدامه بيبدأ يحس بالوجع عنده هو برضه وبتقتل عقلية وخياله بيعرف يشخص مرض المريد اللي أمامه بطريقة صحيحة جداً وبسبب التشخيص الصحيح ده بيعرف يحط العلاق الصحيح قدرته في التواصل مع الحيوانات كبيرة الإمباث بيشعر بطاقات الحيوانات والطيور كمان مش بس بطاقات البشر وبيعرف يتعامل مع الحيوانات بسهولة ومش بيخاف منهم النوع ده كمان من الإمباث بينفعل بسرعة جداً من أي شخص بيتغابة أو بيجدب قدامه أو بيزيف الحقيق عموماً لو أنت ليه بتعمل كده؟ أنا كشفك أنا فهم كويس أنك بتجدب أنت بتستعبط ليه؟ ويتجنن بقى لو لقى الطرف التاني مصمم على الكتب والخداعة فبيبقى الإمباث ده عايز يضرب دماغه في الحيط من كتر الغيز لكن بيلجأ للبعد عن الشخصيات المتلونة دي لأنه بيحس بالترددات السلبية المؤزية بسرعة جداً الإمباث كمان من الناس اللي بتحس بالطاقات الخفية أسرع من اللي حواليه فيه طاقات خفية للبشر وفيه طاقات خفية لكيانات أخرى كيانات موراقية بالنسبة للطاقات الخفية للبشر لو فيه حد مثلاً بشري قرى بيجي من السفر هو بيحس بوجود الشخص ده قبل الآخرين وبيقول أنا حاسس أن فلان جاي من السفر قريب لو حد تقتل مثلاً في مكان معين قتل يعني مات مقتول وهو راح المكان ده بعد فترة يقول لك أنا حاسس أني شامم ريحي تموت هنا في المكان ده وهكذا بقى من الطاقات البشرية اللي أجساد أصحابها المادية مش موجودة في نفس المكان المتواجد فيه الإمباث بدرجة ثالثة طيب بالنسبة بقى للطاقات الخفية لكيانات أخرى ما ورائية فبنلاقيه بيحس بسرعة بوجود الطاقات دي حواليه سواء طاقات سفلية شيطانية أو طاقات أرضية أو طاقات نورانية وغالبا الإمباث أكتر ناس بتشتغل معاها طاقة الأوراد بسرعة بسبب حساسيتهم الشديدة الهالة بتاعتهم بتكون حساسة أكتر من أي هالة تانية ولذلك أغلب الإمباث في الفترات المقدسة زي الفترة دي أو الفترة القادمة في رمضان إن شاء الله وغيرها بيكونوا حساسين أكتر من الأول بيبقوا نويين مثلا على أهداف وعايزينها بشدة فيقوموا عاملين زي دعاء أو ورد أو يطلبوا من ربنا إشارة عشان بقى منتهزين وجود الطاقة الروحية حواليهم هذه الأيام فبيلاقوا الإشارة بتيجي بسهولة تلاقيهم كمان مش مستحملين التعامل مع الناس الفترة دي خالص عايزين يبقوا مع نفسهم لوحدهم وفي شغلهم وبس لأن حضور الطاقات النورانية الرحمانية بتأثر عليهم بشكل كبير جدا بتقل جسمهم يعني بتعمل ثقل على الجسم فبيجي حد مثلا يقولهم تعالوا حلولي المشكلة الفلانية ولا تعالوا نروح رحلة مش عارفة فين تلاقيهم مش قادرين أو يرفضوا عشان حسين إن طاقتهم محجوزة في بعض منهم بتصيبهم أسحار برضو فطاقات الأسحار دي بتتجدد قبل رمضان عند أغلب أصحاب السحر السفلي عشان عارفين إن في رمضان شغلهم هيكون صعب ومش شغال فيقولك إيه نجدد الاشتراك بقى عند الضحية قبل رمضان ونلحق نفسنا معرفش ده ندر عليهم ولا كرس ولا إيه معرفش فلو في طاقة أسحار بيحسوها أكتر من الأول فتلاقي الإمباث بقى في الفترة دي حاجة من اتنين يا متعصب مش طيق نفسه ويا ويل أي شخص يقرب منه بكلام كده ولا كده يا ساكت وفي حاله ولا بيهش ولا بينش مبيردش على حد ولو حد شتى موء أو أهانه أوكي اشتم برحتك أنا اسمي الحقيقي أصلا غيبوبة وتعبان وجايب آخري نصحتي لأي حد إمباث في أي مستوى وتحديدا المستوى الثالث إنك تركز قوي على الحاجات اللي أنت عايزها ونفسك تاخد منها إشارات أو إجابات على أسئلتك عشان الفترات دي لا تعود أبدا فما تحزنش ولا تزعل من أي حد بيتكلم عليك إشحل نفسك بالطاقة بتاعتك اللي أنت عارفها لأن أنت من الناس اللي بتقدر تميز زيلة القدر اللي جاي إن شاء الله في رمضان كبر دماغك من أي شخص بيتكلم عليك بشكل سيء لأنك من النوع اللي بيحس الطاقة زيادة عن اللزوم وممكن تكتائب بقى لو فضلت تركز في كلام كل شخص ما بيفهمش أو أي شخص بيقلل منك ومش عارف مكانتك الحقيقية اقرأ القرآن كتير كمان ده حيفيدك جدا حتعرف هو حيفيدك ليه أنا حتى الدرس ده جديد في القناة التانية بس بالنسبة للناس اللي من الديانات التانية اقروا برضو الكتب المقدسة بتاعتكم أو ممكن تقرأوا القرآن لو أنتوا شاطرين في العربي في مسحيين كتير أعرفهم وفي كتير برضو مسحيين علقوا لي قبل كده في الفيديوهات السابقة أنهم بيكونوا سعداء جدا وقت قراءة القرآن في صندوق الوصف حتلاقوا رابط القناة التانية على اليوتيوب فيها كورس لتعليم الطريق الروحاني الشريف العلوي مجانا واسم القناة حتلاقوه أمامكم دلوقتي على الشاشة Adam 11 AF Courses القناة دي على اليوتيوب للي مش عارفين يفتحوا الرابط يكتبوا الاسم ده اللي موجود على الشاشة قدامكم فيه كمان رابط الموقعنا الرسمي في صندوق الوصف فيه أهم الأدعية والأوراد والتجارب الطاقية وتحليل الشخصيات وغيرها من الفوائد الروحانية أشوفكم على خير وسلام